موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طابت وقاتكم بكل خير أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية أبدأها بالعنوين خادم الحرمين الشريفين وسم ولي العهد يهنئان ملك مملكة البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده موسيقى وزارة الداخلية تستثني أقارب المواطنين من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية القادمين للمملكة من فحص كورونا موسيقى مكافحة المخدرات تضبط أكثر من مليون ومئتي ألف قرص فيتامين مخدر وكيلو من مادة الحشيش المخدر بالرياضة موسيقى حياكم الله بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقيتي تهنئة لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده وعرب الملك المفدى وسمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بصحة والسعادة لجلالته ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق الطراد التقدم والازدهار كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقيتي تهنئة لفخامة الرئيس قاسم جومارت التكييف رئيس جمهورية كازاخستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده وأعرب الملك المفدى وسمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب جمهورية كازاخستان الشقيق الطراد التقدم والازدهار أعلنت وزارة الداخلية اليوم استثناء زوج المواطنة وزوجة المواطن وأولاده ووالدي المواطنين من غير السعوديين والعمالة المنزلية المصاحبين للمواطنين القادمين من خارج المملكة أعلنت استثناءهم من شرط إجراء فحص بي سي آر قبل القدوم إلى المملكة يأتي ذلك بناء على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي لفيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة وأشارت الداخلية إلى أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع لتقييم مستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالميا أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل ثمان وثمانين حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى خمسة وخمسين ألف واربعمائة وسبع وخمسين حالة إصابة في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى ثمانية ألاف وثمانمائة وسبع وخمسين حالة وفاة رحمهم الله جميعا هذا وتجاوز إجمالي عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في المملكة ثمانية وأربعين مليونا ومئة وثلاثين ألف جرعة إذ بلغ عدد المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا أكثر من اثنين وعشرين مليونا وثمانمائة وخمسين ألف فيما بلغ عدد الذين حصلوا على الجرعة الأولى أكثر من أربعة وعشرين مليونا وثمانمائة ألف شخص من سكان المملكة رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل الاحتفالة باليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي ينظمه مركز الملك سلمان لرعاية الأطفال المعاقين بحائل رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل الاحتفالة باليوم العالمي لذوي الإعاقة لعام 2021 والذي يقيمه مركز الملك سلمان لرعاية الأطفال المعاقين بحائل وأقيم الاحتفال في مدينة الأمير عبد العزيز بن سعد الرياضية نسعد في هذه المشاركة لشريحة هامة من أبناء هذا الوطن اللي نسأل الله لهم دائما أن تتحقق أمانيهم وطموحاتهم بقدر ما هناك عزم في داخلهم وإصرار لإثبات الوجود الحقيقة أنا بالنسبة لي دائما أقولها الإعاقة هي في الحلم وليس في الجسد من يتمكن حقيقة من تحقيق أحلامه وتطلعاته ويصر أن يكون فبالتالي لا هناك إعاقة جسدية نحمد الله ما رأيته حقيقة اليوم هو طاقة إيجابية كثير من الناس يظنوا أن أتينا نحفزهم يعلم الله أني طلعت أني محفز منه فنسأل الله لهم دائما التوفيق ونحمد الله كذلك حينما تكون لدينا مثل هذه المراكز اللي الحمد لله تحمل اسم عزيز على قلوب الجميع كما رأى سموه مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات في مركز الملك سلمان لرعاية الأطفال المعوقين بحائل وكلا من شركة أبار ومجموعة الروشان ومجموعة الأهل الطبية وشهد سموه تسليم الدفعة الثالثة المالية المقدمة للمركز لأخبار السعودية سلطان الشعيب حائل صرح المتحدث الرسمي للمدرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد جيدي بأن المتابعة الأمنية لجرائم استقبال وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية أسفرت عن ضبط أكثر من مليون ومئتي ألف قرص انفيتامين وكيلوغرام من مادة الحشيش المخدر وخمسين قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي والممنوعات داخل منزل بأحد أحياء مدينة الرياض والقبض على مستقبليها وهما مواطنان من أرباب السوابق وجرى إقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة نشرتنا مستمرة تتابعون فيها بعد الفاصل بقيادة سعودية تسجيل الخط العربي على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي أهلا بكم من جديد قادت المملكة بالتعاون مع 15 دولة عربية الجهود المشتركة في تسجيل عنصر الخط العربي على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي ورفع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم أسمى التهاني للقيادة الرشيدة على هذا التسجيل الدولي المهم الذي يترجم الدعم غير المحدود الذي تحظى به الثقافة في المملكة العربية السعودية باعتبارها الحاضنة للعناصر المؤسسة للثقافة العربية الأصيلة وعلى رأسها فن الخط العربي ويسهم إدراج الخط العربي في قائمة اليونسكو بشكل فعال في تعزيز التراث الثقافي غير المادي وبشكل خاص فنون الخط في المجتمعات المحلية ويأتي تسجيل الخط العربي على قائمة اليونسكو ضمن التوجهات الاستراتيجية لوزارة الثقافة وهيئة التراث واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم حيث يعد تاسع عنصر تسجله المملكة في هذه القائمة للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ ابتسام اللوهيبي مديرة عام قطاع التراث غير المادي بهيئة التراث مساء الخير ابتسام كيف ستساهم خطوة إدراج الخط العربي في قائمة اليونسكو في خدمة اللغة العربية وكذلك إبراز وجهها الحضاري وموروثها الثقافي على المستوى العالم بالتأكيد يعني كمرحة الأولى التستيل بشكل عام يعزز استراث الثقافي غير المادي بوجه العموم وبشكل خاص كنون الخط في المجتمعات المحلية يعني نعرف أن الخط العربي رمز للهوية العربية وأيضا ساهم بشكل خاص في نقل الثقافة والنصوص الدينية على مر التاريخ وتستيل هذا هو اعتراف بهمية التاريخية والتراثية كهوية أولا للغة التي نقلت لنا القرآن الكريم والأحاديث وأيضا كحفاظ على الهوية الوطنية كون الخط في الثقافة العربية طيب كيف كان دور المملكة العربية السعودية في تحقيق هذا الإنجاز وأيضا هل هناك خطوات مشابهة قادمة على مستوى اليونسكو وفي هذا المجال كما جاء في هذا الخبر هو تاسع عنصر يتم تسجيله في اليونسكو بالتأكيد هو تاسع عنصر للمملكة والساري بقيادة المملكة العربية السعودية يعني المملكة قادت هذا الملف بالتعاون مع 15 دولة عربية الجهود طبعا من نظمة الإلكتو مشكورة في تحقيق الجهود المساركة في تفسير الملف ويعني مساعدتنا في التواصل مع الدول وبالتأكيد هذه خطوة أولى نحو العديد من الخطوات القادمة اللي ننوي إن شاء الله وتنوي المملكة قيادتها في نحو تسجيل ملفات مع دول سواء عربية نعم شكرا لك أستاذ ابتسام لوهيبي مديرة عام قطاع التراث غير المادي بهيئة التراث متحدثة عن هذا المنجز الذي تحقق من خلال تسجيل الخط العربي في قائمة اليونسكو وهناك أيضا مشاريع قوية في هذا المجال تقودها المملكة العربية السعودية شكرا جزيلا حققت موانئ المملكة خلال شهر نوفمبر من العام الحالي ارتفاعا لافتا في حاويات المسافة بنسبة المسافة عفوا في حاويات المسافة بنسبة 20.23% بإجمالي بلغ أكثر من 442 ألف حاوية قياسية وكذلك ارتفاعا في حجم الأطنان المناولة بنسبة 10.37% بإجمالي بلغ أكثر من 27 مليون طن إضافة إلى تحقيق ارتفاعا في أعداد السفن بنسبة 5.60% بواقع 1.94 من ألف سفينة وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2020 للميلاد يذكر أن الهيئة العامة للموانئ تعمل على تحقيق مزيد من التمييز والارتقاء لجعل الموانئ عنصر جذب استثماري وتطويرها بما يدعم التجارة والتنمية الاقتصادية للمملكة أعلن برنامج الأراضي البيضاء بدء تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم في مدينة الرياض وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة وأوضح البرنامج أن المرحلة الثانية من الرسوم ستطبق بالتزامن مع المرحلة الأولى لتشمل أكثر من 140 حية سكنية في مدينة الرياض حسب الخريطة والنطاق المعتمد لتستهدف الأراضي المطورة لمالك واحد أو أكثر بمساحة 10 ألاف متر مربع فأكثر أو مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد بمساحة 10 ألاف متر مربع فأكثر في مخطط واحد معتمد ضمن النطاق العمراني المحدد يأتي ذلك في إطار جهود البرنامج لزيادة المعروض العقري من الأراضي المطورة في مدينة الرياض بما يحقق التوازن بين العرض والطلب وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة استعرض المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتين جريفث المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عن طريق المركز والتي قاربت من ألفين مشروع بقيمة إجمالية تجاوزت خمسة ونصف مليار دولار أمريكي استفادت منها سبع وسبعون دولة كما ناقش الجانبان الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بشؤون الإغاثية والإنسانية وسبل تعزيز التعاون بينهما لرفع المعاناة عن الدول المحتاجة حول العالم أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير منظومة دفاع جوي معادية بجبهة مأرب الجنوبية كما أعلن التحالف تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وطالب التحالف المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة مؤكدا في الوقت ذاته أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن برنامج بناء القدرات لوزارة المالية اليمنية لتقديم الدعم اللازم لهذه الوزارة مما يساهم في بناء كوادرها وتدعيم قياداتها استمرارا للدعم لا محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين للجمهورية اليمنية الشقيقة في شتى المجالات السياسية والإنسانية والأمنية والإنشائية دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن برنامج بناء القدرات لوزارة المالية اليمنية لتقديم الدعم اللازم لهذه الوزارة مما يساهم في بناء كوادرها وتدعيم قياداتها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم العديد من برامج الدعم في شتى المجالات الحيوية كالتعليم والصحة والنقل والمياه والطاقة والزراعة والثروة السمكية إذ بلغ عدد المشاريع أكثر من 204 مشاريع تنموية من العام 2018 وحتى الآن استعدادا لانطلاق النسخة الرابعة والاربعين من رالي دكار الدولي الذي تستضيفه المملكة بعد نحو سبوعين من الآن وصلت إلى ميناء جد الإسلامي ألف ومئة مركبة مختلفة على متن سفنتين بعدما أبحارت من ميناء مرسيليا الفرنسية على شواطئ البحر الأبيض المتوسط في وقت سابق من هذا الشهر حيث بدأت عملية إنزال المركبات والمعدات قبل التوجه إلى حائل موقع انطلاق النسخة الثالثة من رالي دكار السعودية 2022 وتعد النسخة الرابعة والأربعون من رالي دكار هي الأكبر من حيث المشاركة حيث تستقطب نحو ألف مشارك يمثلون سبعين جنسية من مختلف أنحاء العالم كما يضم السباق أربعمائة وثلاثين مركبة في مختلف فئات السباق ومئة وثمانين وأربعين مركبة أخرى في فئة دكار أكلاسيك واحتضنت المملكة نسختين استثنائيتين من رالي دكار عامي 2020 و2021 حيث تسعى المملكة إلى كتابة قصة نجاح السعودية جديدة وترسيخ مكانتها الريادية كموطن لرياضة المحركات حول العالم شهد اليوم السابع عشر من مهرجان الملك عبد العزيز للصقور 2021 الذي يقام في ملهم منافسات حاسمة ضمن أشواط الكؤوس في مسابقة الملواح حيث قيمت اليوم تسعة أشواط بين ملاك ومحترفين دوريين لتسفر النتائج عن الصقرين الفائزين بكأس الملك عبد العزيز للصقور هذا العام كما يواصل المهرجان الذي يستمر حتى يوم غد الخميس علانة الفائزين في أشواط الكؤوس للسعوديين والدوليين كما يواصل مسابقة المزاين التي تنهي أشواطها مساء اليوم في فئة شاهيم بحري قرناس تنطلق غدا بطولة قفز السعودية في أسبوعها الثاني والأخيرة لفئة الخمسة نجوم التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية وتحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية على أرض ميدان نادي سباقات الخيل في الجنادرية ويتنافس 114 فارسا يمثلون 17 دولة على جوائز البطولة التي تبلغ 2240 مليون ريال كما تشهد البطولة إقامة 12 شوطا على مدى ثلاثة أيام أشواطها الرئيسة مؤهلة لنهائيات كأس العالم لقفز الحواجز 2022 في ألمانيا توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح النشطة على أجزاء من منطقتين مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها تفاصيل أوساء نتابعها في هذا التقرير بالفعل كما ذكرنا في تقاريرنا الجوية الصادرة من إدارة توقعات الطقس ومناخ بالمركز الوطني للأرصاد بدت حالة جوية بتشكل يوم أمس الثلاثة وهذا اليوم بشكل واضح وملحوظ خاصة على سواحل منطقة المدينة المنورة صور الأقمار الصناعية وضح حضراتكم السحب الركامية الرعدية حاليا على منطقة المدينة المنورة تحديدا على محافظة ينبع وهذه السحب الركامية الرعدية مصاحب لها حابدة قد تصل صوراتها إلى حوالي 50 كيلو متر في الساعة وبالتالي قد تنظر بعض العواصف الرملية المنورة ولن نستبعد حباً السحب الركامية الرعدية ما تزال عناصر منطقة مكة المكرمة للسحب الركامية الرعدية خلال هذا اليوم وقد تكون الأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة تشمل سواحل جدة وخاصة الأجزاء الشمالية محافظة جدة والشمالية الشرقية وكذلك الحال تمتد مع تقدم سحب الركامية الرعدية وكذلك الحال أن تنظر بعض العواصف الرعدية وكالعادة كما ذكرنا أمير الرعدية يكون لها الرياح تقع بإذن الله تعالى أن تستقر الأجواء تدريجياً على المناطق الشمالية وشمالية الغربية من المملكة واتتوقع الكتلة هوائية باردة والرياح الشمالية وشمالية الغربية على الأزاء الشمالية من المملكة وتبقى حالة العدم الاستقرار بإذن الله تعالى مؤثرة خلال 24 حتى 48 ساعة القادمة على منطقة مكة المكرمة بما فيها السواحل وتتقدم الكتلة الهوائية بإذن الله تعالى الباردة لتؤثر على المناطق الشمالية الغربية وكذلك منطقة المدينة المنورة وتستمر الحالة الجوية لتؤثر على بعض أجزاء منطقة القصيم ومنطقة حائل وحتى 48 ساعة القادمة بإذن الله تعالى لتؤثر على المناطق الشمالية الغربية من المملكة وابتداء من يوم الجمعة بإذن الله تعالى تبقى الأجواء غائمة إلى غائمة جزئياً ولا يستبعد أيضاً أن تتأثر المناطق الساحلية الغربية بهذه الحالة الجوية هذا والله تعالى انتهت نشرتنا وبقينا نذكركم بأبرز ما جاء فيها خادم الحرمين الشريفين وسموه للعهد يهنئان ملك مملكة البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده وزارة الداخلية تستثني أقارب المواطنين من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية القادمة للمملكة من فحص كورونا مكافحة المخدرات تضبط أكثر من مليون ومئتي ألف قرص انفيتامين مخدر وكيلو جرام من مادة الحشيش المخدر بالرياض شكرا لكم على طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة